لأننا في لبنان نعيش أزمة شح في المياه على رغم من تسمياته فيما مضى بخزان الشرق الأوسط فقد دشنت بلدية طارية مشروع إنشاء خزان تجميع مياه نبع عين الفريضة في البلدة والذي تذهب مياهه سودان ويأتي هذا المشروع من ضمن مبادرة عيش لبنان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة على الأراضي اللبنانية كافة وبالشراكة مع بانك بيروت والبلاد العربية ببي اي سي يعتبر هذا المشروع إحدى المشاريع الخمسة والثلاثين التي تم تنفيذها وافتتاحها من خلال مبادرة عيش لبنان والمشاريع الخمسة الجارية التي يتم تنفيذها حاليا إنني فخور لأن هذه المبادرة سمحت لي أن أساهم بتنفيذ مشروع سوف يفيد سكان بلد الترية عموما إن هذه المبادرة هي تجل لقدرة وإرادة المغترب اللبناني في تنمية بلده فألف تحية لهذا اللبناني المنتشر في كافة أرجاء العالم فهو سند هذا الوطن في محنه وهو المتفاني في حبه لوطنه وتعلقه بأهله وترابه وتكمن أهمية هذا المشروع في تنظيم كيفية استخدام المياه الجوفية والحد من هدر المياه إضافة إلى تسهيل وصول المياه بشكل متساوى ومن دون تلوث إلى سكان بلدة طرية الواقعة في غير بيب على بك ترجمة نانسي قنقر